يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد بتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده لسه طبعا مكملين معاكم في جولتنا وسط الكتب والروايات لسه عندنا رحلة معاكم ما بين الأحداث والشخصيات وطبعا النهايات السعيدة حقيقي عالم الكتب ده عالم خاص جدا بدخلت كده في حالة مزاجية مختلفة لأن اختلاف الأزواء هو ده اللي بيودينا للمواضيع المختلفة والتنوع اللي بيكون موجود في عالم الكتب والحقيقة أن كل واحد فينا ليه لون معين في الأدب أو ليه لون معين في الزوء اللي بيختاره في ناس بيشدها الأدب البوليسي في ناس تانية بتحب الأدب الرومانسي في ناس بتحب الروايات والأحداث الدرامية في ناس أكتر عمق بيحبوا أدب السيار الذاتية أو الفنتازيا وأحياناً كمان الخيال العلمي وغيرهم وغيرهم من أنواع الأدب المختلفة أما بقى الرواية اللي معانا النهاردة هي رواية ما بين الخيال والواقع لأنها بتحكي في الحقيقي قصة حقيقية ولكن مع جزء من خيال المؤلف القصة غريبة شوية مش هحرقها لكم دلوقتي هخلي الكاتبة أو ضفتنا اللي هتنورنا النهاردة هي اللي تحكيها إنما روايتنا النهاردة هي حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة ده اسم الكتاب لا الكاتبة إناس حليم هنعرف منها أكتر أحداث الرواية هنعرف منها أكتر تفاصيل الرواية ترجمة نانسي قنقر